سيادة الفريق أول محمد حمدان دجل وحميد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالية السودانية طبعا أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء وأهلا بك على أرض مصر وسؤالي الأول لحضرتك يعني ما رؤيتكم تجاه تعزيز العلاقات المشتركة المصرية السودانية في ضوء طبعا المصير المشترك ووحدة المصير وأيضا يعني الدوائر المتدخلة في الأمن القومي المصري السوداني السلام عليكم ونحن سعيدين غاية السعادة بزيارتنا لجمهورية مصر العربية الشغيظة والعلاقات مع جمهورية مصر هي علاقات أزلية وعلاقات أخوية ونحن أهل وننظر لها أنه هي علاقة تاريخية وعلاقة لا مفر منها نحن لازم نقوي علاقتنا ولازم يعني هي علاقة أزلية بدون شك ونحن الزيارة دي بدأوة كريمة من السيد الرئيس وسمعنا منه الآن كلام طيب ونقلنا له تحيات السيد رئيس المجلس السيادي وعضاء المجلس السيادي والآن سمعنا منه يعني كلام طيب عن الشعب السوداني وعن التغيير التم في السودان وهو داعم للشعب السوداني وداعم للتغيير وهو معانا إن شاء الله في السغيرة والكبيرة إن شاء الله حسب الوعد سمعنا منه ودائما نسمع منه هو صباغ لدعم الشعب السوداني إن شاء الله طيب سيادة الفريق يعني رؤيتكم في مستقبل السلام ما بين الحركات المسلحة السودانية خاصة أن هناك بعض الحركات يعني تتمسك بموقفها في التفاوض يعني مثل الحركة الشعبية بجناح عبدالعزيز الحلو نحن الحمد لله في التفاوض الآن قضعنا الشهد في المسارات وقعنا مسار الشمال وقعنا مسار الوسط وقعنا مسار الشرق والآن في المنطقتين جناح عقار ماشين يعني وصلنا النهايات إن شاء الله حنوقع في الأيام الجاية وأيضا مسار الدارفور برضو وصلنا فيه نقدر نقول 80% والآن فضلت لنا يعني الترتيبات الأمنية وأيضا المسار المنطقتين جناح عبدالعزيز الحلو فعلا في بعض المتاريس لكن إن شاء الله حنصل لوفاق إن شاء الله هي خلاف وجهات النظر وبعد التوقف لكن إن شاء الله الأمور بتمشي متفاعلين خير ويعني في عدم صغة في عدم صغة بالنسبة للنظام السابق حصلت له اتفاقيات آخ عبدالعزيز قبل كده وبقي جزء من الدولة الحكومة السابقة وتظلم وحصل فيه وقدر وكده عشان كده الواحد متخوف لكن نحن الآن نطمم فيه وهي الآن الغكاية عامل الصغة فإن شاء الله بعد الصغة ترجع الناس يعني أن نحن متفاعلين خير يعني هو إنسان رجل وطني وإن شاء الله حيرجع لطاولة التفاوض والآن التفاوض ما واقف طبعا التفاوض ماشي لكن سيكون فيه خلاف أنه في موضوع العلمانية وفصل الدين عن الدولة والكلام الزيد لكن إن شاء الله حنصل لاتفاقي بالغوانين حرية الأديان كده إن شاء الله حنصل لاتفاقي إن شاء الله إن شاء الله طيب سيادة الفريق يعني مدى التنصيق المصري السوداني حيال أزمة سد النهضة يعني وسواء كانت فيه الوقت الحالي أو كمان الفرص الممكنة في الوقت العاجل القادم لإيجاد حل طيب بالنسبة لموضوع سد النهضة حصل تفاوض من زمن طويل والآن الناس وصلوا إلى النهايات ونحن بالنسبة للملف صد النهضة الآن بعد زيارة الوفد المصري قبل أيام نحن كحكومة اجتمعنا وسلمنا الملف لرئيس مجلس الوزراء هو مسؤولية رئيس مجلس الوزراء وإن شاء الله أن نتصل لاتفاق لا ضرر ولا ضرار في كل الأطراف الصد النهضة إن شاء الله طيب سؤالي الأخير لحضرتك وعذراً للإطالة ما هي مجهودات السودان تحديداً للوصول إلى اتفاق بشأن أزمة سد النهضة؟ السودان هي جزء من سد النهضة وهي ستكون وسيط بين الأشقة لتجرب وشعة النظر ويصل الاتفاق إن شاء الله إن شاء الله أنا بشكر حضرتك شكراً جزيلاً على هذا الحوار وإتاحة الفرصة لنا لتفهم بعض التفاصيل المهمة سيادة الفريق بشكرك شكراً 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 شكراً